هلأ في الكتاب اللي كتبتو بي الحرة واشنطن بمقالك قلت إنه هذه الزيارة هي ناجحة جدا 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 وبالمقييس طبعا العلاقات الدولية والتشابكات الإقليمية بحب هيك نتوقف ليش سميتها ناجحة جدا هلأ هي ناجحة جدا بدون جدا التنين هاد لك هاد لك بعدين قصة تانية هاد لك قصة تانية هي فعلا كانت الزيارة من مجموع يعني أكاد أجزم كما سمعت من مقربين من الملك إنه الزيارة كانت ربما أنجح زيارة والأكثر نجاحا في كل مجمل زيارات الملك منذ توليه الملك الزيارة تحديدا هذه في قيمة مضاعفة في نجاحها إنه أجت بعد ثلاث أو أربع سنوات عجاف وقاسية على الأردن إقليميا ودوليا بالإضافة للقصوة المحلية الناتجة عن كل هذا هذا الحصار الإقليمي والدولي وكانت إدارة ترامب في غاية القصوة مع الأردن خصوصا في موضوع صفقة القرن أو ما سمي بصفقة القرن وهي إعادة إنتاج قديمة لصفقات متتالية دائما تحاول أن تلغي دور الأردن ووجوده وأيضا تصفية القضية الفلسطينية ضمن مواصفات يمينية متطرفة نوعا هذه الزيارة كما قلت وأسلفت جاءت بعد هذه السنوات العجافة الصعبة الملك كان مرتاحا قبل الزيارة وأكثر ارتياحا بعد الزيارة الملك كان يحمل حزمة من المقترحات حزمة من الملفات وحزمة من الحلول مع هذه الملفات نعم هلأ في مقالك أستاذ مالك ذكرت وأقولت أن جلالة الملك كان يتحدث بتفويض من عدد من الرؤساء العرب لماذا استخدمت كلمات تفويض؟ هو استخدام مجازي يعني بالتأكيد هو مش تفويض عند الكاتب العدل كاتب عدل الإقليم مثلا نعم لا هي القصة أنه التفويض كان بمعنى أنه هناك توافق إقليمي عربي مع بعض دول الجوار بأنه الملك قد يكون الأقرب أو أقرب نقطة إلى عقل إدارة واشنطن في حمل بعض الملفات الإقليمية خصوصا أنه إحنا الآن يعني في نقطة لازم نوضحها القصة أنه الأردن ليس خارج عن سياق إقليمه نعم المنطقة الآن في حالة تغير تغير بحجم زحزة حقارية كاملة يعني الآن أنا كما أسميها أو كما يقال الآن هو فكفك الشرق الأوسط وإعادة تركيب شرق المتوسط الآن اللعبة الآن لم تعود النفط الكلمة السر أصبحت هي الغاز كمصدر للطاقة فأنت الآن تفكفك الشرق الأوسط وتعيد تركيب شرق المتوسط الأردن يجب أن يكون ما يشبه الهب أو نقطة التواصل إحنا ما عنا شواطع على المتوسط لنتحدث عن غاز اللي هو الكلمة السر القادمة في كل الإقليم لكن نحن نملك الجغرافية السياسية اللي يجب استغلالها واستثمارها وتوظيفها إلى أقصى حد وأعتقد أن هذا كان عنوان زيارة المالك إلى واشنطن بالإضافة إلى حمل رسائل الأدوار القادمة لدول الإقليم وأنه لازم يكون فيه استقرار سياسي لحتى نمشي في هذا المشروع خصوصاً قبل شهر كان فيه عندنا إعلان المشرق الجديد التوافق العراقي الأردني المصري وهو توافق أعتقد أنه اقتصادي بنيةه اقتصادية أكثر شيء هلأ بهذه الزيارة جلالة الملك دمج السياسة بالاقتصاد كحلول متكاملة وإقليمية أيضاً وكان فيه على الطاولة وضع خطط قابلة للتطبيق طبعاً إحنا منعرف أنه جلالة الملك عنده دائماً الفكر الاستراتيجي عنده دائماً الرؤية الواضحة ولكن لحتى تتحقق هذه الرؤية وهذا الفكر في كتير أمور لازم تصير على أرض الواقع فشو برأيك لازم يصير على أرض الواقع حتى تتحقق هذه الرؤية وهذا النجاح الحقيقة أنه بعد الزيارة الملكية إلى واشنطن تفاصيل الزيارة الملكية إلى واشنطن حملت كما قلت ملفات وحلول نعم كان فيه موضوع طرح الملك على طاولة المباحثات هناك وطاقم الملك أيضاً كانوا شغالين على موضوع طرح إقليمي حول سوريا وهذا فاجأ العالم وموضوع اللبناني اللي كان مفاجئ أكثر فالموضوع اللبناني والسوري هو يدخل فيه سياق حلول اقتصادية عاجلة وفورية الآن فيما يخص الشأن الأردني لا ندخل الآن في سياسة الإقليم لكن فيما يخص الشأن الأردني لا بد أن يكون الأردن يعني البنية التحتية الاقتصادية الأردنية مهيئة للقادم نعم أنا بشراحة لا أزال أعمل صحفياً فأنا أعمل على مقال القادم عم بسأل عم بتسأل أنه هل هناك شيء جاهز الحقيقة أنه يفاجئني أنه أنه البنية التحتية الرسمية الأردنية في القطاع التجاري والبنية الخاصة القطاع الخاص غير مهيئة لكل هذه الحلول القادمة أو هذا المد القادم أو هذا الملف الشائك القادم واللي أعطى الأردن دور اقتصادي ضخم في الإقليم يعني هناك قطة إنعاش اقتصادي قد تشمل الأردن والقطاع الاقتصادي التجاري غير مهيئ حتى الآن عم بسأل عم بروع على المختصين ما حدا عنده خبر يعني هل تعتقد أنه لازم يكون فيه تنظيم أو زي ما تقول توحيد للجهود أو أنه تكون الجهود على الأرض الواقع متماشية مع التفكير الاستراتيجي ومع هاي الرؤية حتى ما تتشتت الميزانيات والتخطيط والأوقات أنا مشان هيك عم بقول أنه فعلا الأردن بحاجة إلى إصلاح سياسي وإداري الرؤية في الخارج الرؤية للأردن ضمن سياقه الإقليمي فيها فجوة هاي اللي بينه وبين قدراته الداخلية التي يعني تغربلت بالترخل الإداري والإهمال نعم الإهمال هو طبعا يعني الفساد دائما فساد نعم طيب هلأ حضرتك أستاذ مالك دائما لما بتابع مقالاتك بالحرة واشنطن بحس يعني البحث الطويل اللي بتقوم فيه قبل كتابة أي مقال يعني بتحس أنه المقال هو مرجع لأي معلومة مذكورة في هذا المقال هنا بحب أجي لمسئولية الكاتب الصحفي لما يكتب يعني المسئولية اللي عليه بما سيضع شو الجهد اللي لازم يعمله شو الرؤية اللي لازم يواضحة شو الهدف من كتابته نعم هلأ هي التجربة تجربتي الصحفية طبعا دخلت في السيء والجيد والإنسان دائما حصيلة تجاربه الشخصية ربما يعني كنت محظوظا أني تعلمت من تجارب الشخصية في سيرة المهنية مؤخرا في موقع الحرة من واشنطن أصبحت أنتبه لما يسمى بفن المقال المستطرد فن المقال المستطرد اللي هو المقال الطويل الذي يحوي معلومة أنت تمارس فيه فن صحفي أنك ممكن أنت تحصل على معلومة حصرية بدل ما تقدمها خبر عاجل ممكن أنت تقدمها ضمن المقال هذا بس أنت كيف بدك تصيغ المقال اللي من ألف كلمة بشكل تزدي بالقارئ هون بيجي بدخل الفن القصصي هون نوع من سقل الخبرة بالموهبة بمزيج من هذا الموضوع بس القصة أنه الإثراء المعرفي مهم يعني إذا ما عندك المعلومة أيضا أنت بدك تقدم باكي جرامبلا تقدم خلفية للقارئ القارئ لا تفترض أنه يعرف كل شيء كما أنت ككاتب لم تكن تعرف أنت بتبحث حصلت على معلومة قدمها للقارئ ما أنت ساعد يعني أنت شعرت بالنشوة الحصول على المعلومة قدمها أيضا لهذا القارئ ليشعر معك بهذه النشوة والمعرفة نعم فبسيكون هنا المقال في ثراء معرفي في ثراء معلوماتي في ثراء خبري كمان أنا بحكي مع مصادر المقال أبني على قراءات عديدة المقال الأسبوعي تبعي يأخذ من ثلاث إلى أربع تيام عمل بين اتصالات إلى قراءات إلى متابعات خبرية متابعات تلفزيونية أحيانا بحضر دوكيومنتري كامل لنحصل على معلومة في موضوع حصل معي في ثلاثة أربع مقالات واضح يعني ضقة المعلومة هلأ بدي أرجع لقراءاتك في زيارة جلالة الملك يعني لو إجا هلأ شخص يعني مش هلأدي مطلع على السياسة ولكن حضرتك من قراءاتك وإطلاعاتك وطبعا الخبرة اللي عندك وجدت إنه بالفعل يعني هذه الزيارة قد تكون تاريخية ولكن علينا جميع المسؤوليات نعملها حتى تتحقق فبحث هيك تلخصنا شو النقاط القوة اللي إجت منقول بالفعل كانت زيارة ناجحة يعني نرجع نلخص ما قلته بالنسبة لدور جلالة الملك ودور الأردن في المنطقة حقيقة الأردن كله كان في الزيارة الملكية ممثلا بموقف الأردن الرسمي اللي تعرض للظلم والاضطهاد في الإقليم خلال سنوات الماضية اللي فاجأني من مصادر المعلومات في واشنطن داخلها وتواصلوا معي مصادر موجودة كانت في الاجتماعات من واشنطن إنه تفاجأ وإنه الأردن أيضا تخلى عن المناكفات يعني ترفع عن موضوع المناكفات الإقليمية ودافع عن كثير من دول الإقليم مترفعا عن أي مناكفات إقليمية وهذا فاجأ الأمريكان في واشنطن نفسه في المباحثات المغلقة القصة كانت إنه كان فيه زاوية معتمة على بعض تفاصيل الإقليم خصوصا في الوضع اللبناني والوضع السوري وترك الأمور معلقة بهذا الشكل فكان الوفد الأردني بقيادة الملك يحمل شرح تفصيلي موائم للفهم الأمريكي قادر على أن يوصل الفكرة تماما للأمريكان بشكل دقيق وكان قادر أن يوصل كمان مقترحات لحلول ترخدوها ما ترخدوها ترخدين تناقش بشيء جديد كانت في حلول بالزبط مثلا زي هي طيب حضرتك لما بتكتب مقالاتك أحيان بيكون فيه هجوب بالمقالات على مثلا سياسة معينة على أحداث معينة كيف بتلاقي تعامل الدولة الأردنية معك أنا الصحيح يعني لم أطرح نفسي يوما سياسيا أنا كاتب مهني أكتب في السياسة أكتب في أي شيء يعني في موضوع مقالي لهذا الأسبوع بالاتفاق مع مؤسستي اللي بتحتضم مقالي هاجمت سياسات الملك نفسه وعام 2019 تلقيت اتصال من مكتب الملك نفسه أنه تفضل عندنا في لقاء مع الملك فيعني أنا أقدر وأكبر جدا هذا التعامل الخاصة لما نسمع قياسنا دول الجوار لكن بنفس الوقت لم يطرح لم يكن هناك يوم من الأيام علي الضغط أنا مقيم في بره البلد لم يكن هناك أي يوم من الأيام ضغط في أي موضوع أو في أي رأي في قسوة أحياناً أعترف بذلك لكن لم يكن ممكن أحياناً أنه بعد ما ينزل المقال بيجي من التليفون والله قسيت أنت شوي طب شو بتعمل لما يقولوا لك كنت آسي علينا بقول يلا المرة الجاي بنعدلها بس بكون مقالي المرة الجاي مثلاً عن مريتانيا عن السودان مش بالضرورة هل الكاتب بنفعل يعني أحياناً؟ هاي مشكلة أنا لما أكتب أكتب بعقل بارد دائماً حتى أصدقائي اللي يعرفوني بقولوا بكون الحدث ساخن جداً بقولهم لا لازم أبرد عقلي لازم أكتب بعقل هاي القصة مهمة عندي جداً لأنه إذا بتكتبوا أنت منفعل مع الحدث نفسه كثير بتشوه موضوعيتك مع أنه يعني الموضوعية هي مش مية بالمية بتكون دائماً هذا مقال موقف مقال رأي بس العقل الساخن قد يؤثر على أكتب بعقل بارد بهدك حالي كثير بكون جمع المعلومات بعدين لحظة الكتابة وتجميعها وسبك المقال وصياغته هاي حالة لازم أكون تماماً هادئ فيها رائع بس بحب هيك أهلاء بآخر دقيقة دائماً الإنسان اللي بحب بلده بحب وطنه وفخور ببلده زي ما حضرتك وبعيش بره بصير يشوف الأشياء من منظور مختلف فطبيعي يكون عنده وجهات ومنظور مختلف لأمور معينة بتكون محروق قلبك إنه يا عمي غلط صلحوها مثلاً فإذا أنت هلأ من عندك بدك تعطي هيك نصائح للناس اللي بتعيش بهاي البلد شو نعمل؟ شو ما نعمل؟ لحتى يعني عن جد نكون بالمستوى اللي إحنا نستحقه كشعب نعمل أنا مثلاً بدي أحكي عن آخر درس تعلمته أنا شخصياً أنا وقعت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مثل رمال متحركة رمال متحركة؟ رمال متحركة كمين أفخاخ من الرمال متحركة إحنا مغرقين في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبحت مصدر خبري إلا وأنا وقعت في هذا مصدر؟ أخبار مصدر؟ مصدر معلومة قد لا تكون صحيحة أبداً أنا وقعت في هذا المأزل أنا وقعت في هاي الكمائن وهاي الأفخاخ أنت مجرد أن تضع قدمك مثل رمال متحركة على طرف هذه الوسائل تسحبك إلى الداخل يجب أن تكون حذراً من ذلك الوسائل التواصل الاجتماعي ببساطة اسمها وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست مصادر أخبار ولا وكالات أنباء وأيضاً هي ليست إذاعة مدرسية ولا منبر رأي قد تضع فيها رأيك حر إنتك لكن لا تضعه بالموطق معلومة فموضوع الإشاعة وإحنا الشعب يبدو أنه مغرق جداً في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً الإساءات أنا وقعت في إساءات لكثير من الناس منهم أصدقاء إليك أقدم لهم اعتذاري بعدين لا أنت طيب ودائماً يعني طبيعي كل إنسان ممكن أنه يكون عنده معلومة غير دقيقة يحكي عليها ولكن واضح يعني خلينا لازم أحكي بأخلاقيات العمل والقيم الواضحة عندك أستاذ مالك واللي بتخليك دائماً عندك حب يعني لبلدك ولكل شيء بيقوم على إصلاح الناس يعني هي القصة بالنهاية تحكمك بوصلة المهنية يعني إذا أنت حضرت بوصلة المهنية إنه أنا مهني أنا كاتب مشكلتنا في الأردن أحياناً أنا كنت من ذلك لا أذكي نفسي كمان أنا مش يعني أنا كنت دائماً في ضمن المنظومة الصحفية والأردنية دائماً في خط فاصل بين الصحفي والسياسي عندنا في الأردن مخفي مختفي الصحفي دائماً عنده طموحي يكون سياسي لا الصحفي صحفي أنت مهنتك صحفي وأنا دائماً أذكر نفسي بذلك أنا كاتب صحفي أنا عندي مهنة وعندي حرفة ويجب أن ألتزم بها تماماً أنا ما عندي أي طموحات سياسية ولست سياسياً هاي دائماً أذكر حالي فيها